الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله وصلى الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم نعلم شيئا ولا نعلم أشياء كلنا نعلم أن الوصول إلى هدف إلى نتيجة تحصيل شيء يلزم أن يكون بالجانبين الغيبي والطبيعي الجانب والغيبي الدعاء التوسل التوكل التوجه وغيرها الجانب الطبيعي الطريقة الطبيعية الدنيوية لحصول الأشياء وكل الجانبين ذكر في الآيات القرآنية في الروايات الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءك الجانب الغيبي في آية قرآنية أخرى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا الجانب الطبيعي المادي هذا ما نعلمه بل هو من الأمور الواضحة عندنا أما ما لا يعلمه كثير من الناس بل حتى من المؤمنين بل حتى من الصالحين مكانت مكانت هذين الجانبين قيمة الجانب المعنوي والجانب المادي ما هي قيمة هذا الجانب ما هي قيمة ذاك الجانب الكثير من الناس بل حتى قلت من المؤمنين ومن صالح المؤمنين إما يجعلون الجانبين بمستوى واحد أو يجعلون الأصل هو الجانب المادي الطبيعي وعلى هامش ذلك الجانب المعنوي وكلتا الطريقتين خاطئتان بل الصحيح هو أن الأصل والأساس هو الجانب المعنوي الذي يؤثره هو الجانب المعنوي على هامشه السعي على هامشه الجانب المادي الطبيعي ذاك هامشي إن صح التعبير ذاك ثانوي بعبارة أخرى كتقريب أقول الجانب المعنوي هو الأساس في التأثير هو المؤثر والجانب المادي شرط لا أكثر أمثل لكم بمثال الصلاة والوضوء الواجب ما هو الصلاة الواجب حسب تعبير الفقهاء الواجب النفسي هي الصلاة الوضوء يصرح الفقهاء بذلك يقولون الوضوء ليس واجبا نفسيا هو واجب غيري وجوب الوضوء ليس إلا لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة لا أكثر المهم ما هو الصلاة تريد أن تكون هذه الصلاة صحيحة شرط صحتها الوضوء إذن الوضوء واجب غيري يعني من أجل غيره صار الوضوء واجبا هو بنفسه ليس واجبا والقرآن الكريم أيضا يبين هذا المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق شيء شرطي لا قيمة ذاتية للوضوء قيمة الوضوء لأنه شرط القيمة الذاتية لماذا؟ للصلاة كمثال في هذين الأمرين بين الجانب المعنوي والجانب المادي نتمكن أن نقرب الصورة بهذا المثال نفس هذا المثال طبقه على الجانبين المعنوي والجانب الجانبين المعنوي والمادي الأساس المؤثر هو الجانب المعنوي يعني التوكل والتوسل هي التي تؤثر هي التي تؤثر في نزول رحمة الله سبحانه وتعالى ما الذي يجب نزول رحمة الله عز وجل؟ التوكل والتوسل الدعاء والتوجه نعم شرطه لا مؤثر شرط المؤثر الجانب المعنوي المؤثر الدعاء المؤثر التوسل شرط تأثيره أنك تسعى أيضا لا تجلس عندك مشكلة اسعى في حل المشكلة هذا شرط هذا ليس مؤثرا هذا ليس هو الذي ينزل رحمة الله سبحانه وتعالى هذا شرط في المؤثر المؤثر هو التوكل هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينزل رحمة الله يوجب نزول رحمة الله سبحانه وتعالى نعم هناك شرط هذا شرط لنعرف قيمة الأشياء أين تظهر هذه المعلومة هذه المعرفة تظهر في تصرفاتنا بعضنا بعضنا عندما تكون له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى أول ما يتوجه يتوجه إلى العوامل المادية الطبيعية معناه أن المعادلة غير واضحة له لا يعلم أن هذه الأعمال التي نقوم بها أعمال مجرد شرط هذه ليست مؤثر أصلا أبسط مثال أنت تريد أن تحصل على خبز ما الذي نفكر أفكر أنني أخذ شيئا من المال أذهب إلى الخباز أشتري الخبز حتى أأكل خطأ هذا ليس هو المؤثر المؤثر شيء آخر إرادة الله سبحانه وتعالى ما الذي يوجب نزول هذه الرحمة الدعاء التوجه التوسط هذا مجرد شرط أنا لا أقول الإنسان لا يأتي بالشرط لا كما أنك للصلاة يلزم أن تتوضأ كذلك لنزول رحمة الله أدعو وإسعى الآصل الدعاء الآصل الطلب من المصدر والسعي شرط كثير مننا المعادلة عنده مقلوبه إذا حصلت مشكلة إذا نزل بلاء ماذا نصنع فورا نفكر كيف نهرب من هذا البلاء كيف نأخذ احتياطاتنا لا أول فكر كيف تنزل رحمة الله عز وجل أعمالنا لا تنزل رحمة الله الذي ينزل رحمة الله عز وجل التوجه إلى الله الجانب المعنوي في نفس الوقت لا تجلس هكذا اسعى سعيك إذا الشيء بيدك اسعى سعيك بعنوان الشارط قبل تقريبا مائة سنة جاءت موجة وباء في العديد من المدن العراقية من جملتها مدينة كربلاء المقدس العياذ بالله الوباء كان عادة من طريق الماء ينتقل الإنسان ممكن أن يستغني عن أي شيء ولكن لا يمكن أن يستغني عن الماء ولذا كان يأخذ مئات وآلاف إذا مدن كبير عشرات الآلاف هذه الموجة من الوباء أخذت أرواح كثيرة يقال ما يقارب من ثلث الناس في المدن التي احتلتها هذه الموجة من الوباء ما يقارب من ثلثهم توفو بفترة قصيرة من كل ثلاثة أشخاص شخص توفي موجة كبيرة كانت هذا الوباء دخل إلى البيوت كلها من هذا البيت أخذ شخصا من ذاك البيت أخذ اثنين بعض البيوت كل أهل الدار توفو لم يدخل هذا الوباء بيتا واحدا ما دخل فيه لم يصب شخص واحد في ذلك البيت بهذا الوباء لم يصب لماذا كان عندهم يوميا على الأقل مرة واحدة مجلس حسيني مختصر ذكر مصائب سيد الشهداء البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه ثانيا زيارة عشراء ثالثا حديث الكساب برنامج يومي رؤي في رؤية القراءة كانت دالة على أنها رؤية صادقة أن شخصا بشكل مهول كأنه الوباء قال دخلت كل بيوت هذه المدينة وما تمكنت أن أدخل هذا البيت لأجل حديث الكساب زيارة عاشرة مجلس حسيني وكررها حديث الكساب زيارة عاشرة مجلس حسيني حديث هكذا لا نكون في وقت الأزمات في وقت البلاء في وقت المخاوف إذا كان شيء مخيف أن نترك الأساس ونركز على الشيء اللي هو الشرط فقط مجالس حسينية تعطل نتوجه إلى أخذ الاحتياطات بصورة خاصة البرامج المرتبطة بالجانب الغيبي إذا كانت برامج جماعية تعلمون الدعاء الفردي أثره أقل بكثير من الدعاء الجماعي زيارة سيد الشهداء خصوصاً زيارة عاشرة إذا كانت بصورة فردية مؤثرة ولكن أثرها أقل بكثير من الزيارة التي تكون بصورة جماعية هذا يوجب نزول رحمة الله عز وجل نعم خذ احتياطاتك بالمقدار المعقول لا بما تمليه عليك الوسوسة احتياطات معقولة لا بس أما تأخذ احتياطاتك بمقدار الوسوسة لا غلط أو تتصور أن هذه الاحتياطات هي التي تقيك أيضاً خطأ فادح فقط شرط وذلك مذكور في النصوص الشريفة لعلي في وقت آخر أذكر لكم الأدلة من القرآن الكريم على أن الأساس هو الجانب الغيبي والجانب العملي هو الهامشي أو لنسميه شرطاً لا أكثر والأعجب من ذلك لعلي إذا وفقت أذكر لكم دليلاً عقلياً أصلاً ناهيك عن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة هناك دليل عقلي على ذلك أصلاً توضى وصله ولكن الصلاة هي الأساس اعمل الجانب المادي الطبيعي خذ احتياطاتك وتوسل أقم مجالس حسينية أقم زيارة عاشوراء بصورة جماعية وهذا هو المؤثر لنزول رحمة الله ذاك شرط هذا المؤثر خلاصة القول في جملة العلاج في الجانب الغيبي لا في الأعمال علاج المشكلة علاج أي شيء والجانب المادي مجرد شرط لهذا العلاج ليس علاجاً نسأل الله سبحانه وتعالى بحق بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان اللهم احفظه بعينك التي لا تنام اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته اللهم بحقه عجل له الفرج اللهم ببركاته احفظنا بحفظه اللهم ببركاته لا تفرق بيننا وبينه وبين آبائه الطاهرين طرفة عين أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة